ومتابعينا في كل مكان اهلا ومرحبا بكم ايها الاخوة الافاظ المستمرين ومستمر اشواطنا في هذا المساء وترحبنا يستمر بحضاراتكم اينما كنتم نتواصل مع شوطن الرابع ضمن هذه الاشواط المفتوحة لهذا السن لسن الحقائق وشوطن الرابع يضم في اكنافه شعارات عديدة واسماء كبيرة ايضا حضرت وتواجدت في هذا المساء ليكون لها بصمة هنا في ارضية ميدان التحدي ميدان الشحارية مشاهدين ومتابعين لا فاضل شوطن الرابع يسير ونحن بدورنا نسير ونتابع مقدمة هذا الشوط ومن يحتل المركز الاول بلا شك هذا الشوط مخصص للحقائق القعدان هذا هو شهين من يحتل الصدارة ويسيطر على مقدمة هذا الشوط لسعادة الشيخ مشعل بن عبدالله بن عبدالرحمن الثاني مسفر بن علي السنار من يتابع في التضمير دخول وتسلل في هذه اللحظات من لطام لسعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة الثاني وراشد بن حمد بن علي المدهوش من يتابع مضمرا وقائدا وعلى المركز الثالث وصول وتقدم هنا من لوسيل تعود ملكية لوسيل لسعادة الشيخ علي بن عبدالرحمن بن حسن الثاني من يتواجد على مستوى المركز الثالث ننتقل للمركز الرابع طحان هذا هو طحان لصاحب السموش شيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم عبدالله بن نايفة الهاجري من يتابع في التضمير دخول وتسلل على مستوى المركز الرابع غير من المركز الخامس إلى المركز الرابع هذا هو شهيد تعود ملكية لسعادة الشيخ علي بن عبدالله بن أحمد الثاني وعبدالله بن راشد الجربوعي المري من يتابع في التضمير هذه نتيجتنا مشاهدين ومتابعين لا فاضل بهذا النداء وصلنا معكم إلى ختام ندائنا في هذه الإداعة الأولى نعود إلى صدارة هذا الانطلاق والمقدمة والصدارة هناك مع لطام 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 مع المركز الأول لطام مع الصدارة والقيادة يتحكم في زمام الأمور يتحكم بقيادة هذا الشوط تحكم ممتاز وتحكم أيضا متابع من جميع المتابعين نعم هذا هو للطام تعود ملكية للطام لسعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة الثاني راشد بن حمد بن علي المدهوشي من يتابع في التضمير هنا وصول وصول وتقدم في هذه اللحظات من قبل شاهين لسعادة الشيخ علي بن عبدالله بن أحمد الثاني وعبدالله بن راشد الجربوعي المري في تضميره يقير ويحتل المركز الثاني في هذه اللحظات ننتقل للمركز الثالث يتواجد شاهين هنا على مستوى المركز الثالث لسعادة الشيخ مشعل بن عبدالله بن عبدالرحمن آل عبدالرحمن الثاني مسفر بن علي السناري من يتابع في التضمير شاب أيضا لا يستهان بأمره في تضميره لمن ننتقل للمركز الرابع 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 يصل هنا طحان طحان على مستوى المركز الرابع تعود ملكية طحان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوب عبدالله بن نايفة أيضا مضمر أيضا من المضمرين القدامة والذي لهم باعا طويل في هذا المجال نتابع نتابع المركز المركز الخامس وصول وصول وتقدم من جلاد جلاد أول لدالي جلاد هنا يحضر هنا على مستوى المركز الخامس هذا هو جلاد تعود ملكيته ليس عادة شيخ عبد الرحمن بن عبدالله بن عبد الرحمن العبد الرحمن الثاني هو من يتواجد على مستوى المركز الخامس هذا هو نداءنا مشاهدين الآفاظل الثاني ومنقول ثمانمية متر أخيرة ثمانمية متر على خط النهاية والأمور هنا تسير تسير من صالح من صالح لطام 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 مع المركز الأول لطام مع مستوى المقدمة لطام ولكن شوفوا التغيير هنا جلاد جلاد أتى في الأمتار الأخيرة وقير إلى المركز الأول جلاد من يحتل المركز الأول جلاد يا جلاد جلاد ولكن شوفوا 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 الوصول فتان 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 مع هجن الوعب مع هجن الوعب هذا هو فتان فتان وسالم بن عبد الله باللدهم المري مع فتان يصلوا من لحظات الأخيرة هنا هنا فتان وهنا جلاد جلاد وفتان ولكن شوفوا اللي في المركز الثالث كفو 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 والله كفو والله كفو يا السلام والله أنه كفو كفو هذا هذا هو كفو واشهد أنه كفو نعم هذا هو كفو مشاهدين للأفاضل أتانا في الأمتار الأخيرة وقيروا الأمور واحتل المركز الأول كفو تهانينا لهجن الشحانية التهنية موصولة لجابر بن سالم بن فران المري المركز الثاني يصل فيه فتان لهجن الوعب أما المركز الثالث فيصل الجلاد لسعادة شيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن المركز الرابع يصل على المركز الرابع مسموح لهجن الشحاني المركز الخامس يصل الفائز لسعادة شيخ جاسم بن عيد بن محمد بن ثاني هذه هي النتيجة مشاهدينا ومتابعينا لفاضل شاهدنا وإياكم منافسة حتى الخمسين متر الأخيرة نعم كانت المنافسة ما بين فتان لهجن الوعب وكانت المنافسة أيضا بينه وبين جلاد ولكن أتى كفو وهو بالفعل كفو وحسم الشوت من صالحة قطع المسافة في ست دقائق ست عشر ثانية جزئين من الثانية تهنين والنموس لهجن الشحانية التهنية موصولة لمضمر كفو جابر بن سالم بن فاران المري أما المركز الثاني يصل فتان ست دقائق ست عشر ثانية ثلاثين جزئا من الثانية تهنين والنموس لهجن الوعب على فوز فالتاني التانية موصولة للمضمر سالم بن عبدالله بن لدهم المري أما المركز الثالث يصل فيه جلاد ست دقائق ست عشر ثانية خمسين جزئا من الثانية هذا هو توقيت جلاد تهنين والنموس لسعدة شيخ عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن من الثاني بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر